شباب شباب اسمعوني مني بدي احكي العرب الفصيح شباب الزرجة على راسي يمسح كل الطاولات انسحل كراسي شي لنغبى الراشيد شي للمقاسي وتعال خليني اقولك ايش الوظائف تبعه اليوم بحب اتهبل انا في اول الفيديو ليش عشان انا زلم في الشغل وفي الحياة زلم كتير سيريس فانا باجه بعمل ليش اللي با بحب اعمله في الواقع طيب شو في السيد العزيز وحقول لك جاسر مصطفى وجاي توكس وظفك وحتشتغل يعني حتشتغل وخلي انا نبلش اللي راح تعمله انو بقولك انو في عندك شركة بتوظف تشركة طالبي وطالب معلم يكون في عنده وطالب وطالب وقوة وقوة لوهبي يحكي لك يا سيد العزيز بعرفش إذا كثير واضحة إيش هي التفاصيل تبعت هدول الشغل لما حطه على سكرين بس بلأس ويذا أنت مش عالي عارف شو هدول السيرتيفيكتز عادي لانه انا اول مرة استعمل فيه بس اي تينك الناس اللي بيشتغلوا في الاول انجاز بيعرفوا اللي بعده لكيو سي انسبيكتر ولدينك مطلو مينم اي تيرز افكس بيريانس ان اويل انجاز اندستريز او فو فو اتش يكون عندو يا سيد العزيز مينو انا ثري يز بوست سيرتيفيكاشن سي اس دبليو اي بي 3.1 عشان هيك هداك سينير وهدا مش سينير بيحكي لك ايش بيحكي لك دقري او ديبلوما ان ميكانيكال انجينيرينج شباب اللي مش فيها تخصص السكب على الشغل اللي بعده بس عم بقرأ انه ممكن ما تكون واضحة على السكرين لاني حسهم بكسلة وبيحكي لك سيرتيفيكتز ركوايرد سي اس دبليو بي 3.1 باك سلاش اي اس ان تي ليفل 2 فور ان دي تي ميثودز ار تي و تي ام تي بي تي وروحي ماله طالع بيحكي لك يو سي انسبيكتر باينتنج بدهم منهم 8 years experience in oil and gas industries out of which 3 minimum years post سيرتيفيكتز بي غاز او نيس ليفل 2 صورة بكسلف عم بتغلب فيها وبيحكي لك وبيحكي لك وبيحكي لك وبيحكي لك وبيحكي لك وبيحكي لك فأي تنكدو بس لالناس هموجودين في دولة وبيحكي لك وبيحكي لك وبيحكي لك وبيحكي لك وبيحكي لستطالة وبيحكي لديك وبيحكي لك وبيحكي لك مهمدس موقع 5 years of experience in Loha, should have his own car, please send CV to info at Alqatari, or Alqatariya Marble, Alqatariya Marble.com, هو ساعت انجينير واضح انه تخص الشركة في الروخان. Urgent recruitment, يلا بسرعة. اللي بعده عم بقرأ انا على الموبايل الواضحة هاي الصورة واسم ما بعرفه اسح اقرأ لكم اياها. باكينسي for account assistant or purchasing or purchasing assistant. the following job vacancy is available within construction company. qualified and eligible or eligible او اي حاجة. individuals interested in applying for this position اللي حابب او اكيد مش اللي متسلي. اللي حابب انو قدم هادا ال position. مستهبوا او او 2 years of experience in tally. شو تالي هاي. and may submit and download. المهم. وسلم الapplication تبعك يا سيد العزيز info at bohmade.com. والله يعني. ايمايل على رأسي. applicants must have transferable visa with n o c. contracts manager. contracts manager. والله انا المشكلة. نفس اقول لكم اقول لكم اقول لكم. اصحايف تطلع مش واضحة. كل حاجة معلم شوارع بدي مطارات بدي ايش كمان ايش بتعرف تعملو بدي كل الناس المقيمين في دولة قطر في تمساح طالما انتمي او حكو لنا لما تطلع البي تف بس مش لها كنت بحكات بسرعة يا اخوان ما علي تبعت يا سيد العزيز او بتعمل تبعك على www.midmak.net backslash careers مدماك من الشركات الكبيرة في دولة قطر ومعها مشاريع كبيرة والايت اللي اخدوا مشاريع كبيرة سو ركاب بيخيلك حدا يكون معه باكالوريوس في الانجينير انجينيرين في الانجينير لانو اجاني اسئلة على اليوتيوب فيديوز أنا زال ما عندي خبرة عشرين سنة أنا زال ما عندي خبرة خمشونية أنا زال ما عندي خبرة تمانتاشف سنة فهذه الوظائف شباب للي عندهم خبرة كبيرة 18 سنة كمعاتي وحكي لك كانت تصنيف المهندسين حكينا في فيديوهات اللي مرت انه المهندسين لازم تصنفوا هذه الوظيفة طالبة تصنيف المهندسين ومنه 18 سنة خبرة فيفترض انه او اكسبرت شباب المشكلة او الموضلة اذا انت مش مصنف ووصلت عادة سنوات خبرة كبيرة فمشكلة تروح عليك هاي سنوات الخبرة وما تتصنف دخلت قطر اعمل التصنيف تبعك او وانس عرفت عن موجود موضوع التصنيف فاعمل التصنيف تبعك واذا كنت بخبرات كبيرة ولسه ليت لي عم تعرف عن موضوع التصنيف فاشوف اسأل عن شو الطريقة اللي ممكن انك انت تعمل التصنيف بدون ما تدخل في البروسيدر تبع انك انت لازم تروح تصنف وبيضاوي بيطلبوا كل خبراتك من جذورك يعني من لما انولدت لما انت تعلمت توكل بالمحلقة لحد ما وصلت على دولة قطر واذا تكون مصدقة واذا تكون مختومة وبدهم كمان يكون يمعلم عندك هادة كلها موثقة وانه مش فاستوثيق المشكلة انه انت مثلا من الاردن راح يطلبوا منك يمعلم كشف الضمان الاجتماعي الذي يتطابق مع عدد سنوات الخبرة في كل شهادة خبرة انت عم بتتقدمها فالموضوع مش بسيط روح اللي بعده يا جاثر انت كل الوظائف جعب لي اياها من الواحة لا يا حبيب مش كل وظائف جعب لك يا من الواحة بس انا حبيت اجوى كل وظائف اللي من هذا المكان بنفس الفيديو والواضح انها مش شركة توظيفه بس لا هو الفكرة انه الواحة بس انا عم بشوف الاميلات والواب سايتس الموجودة على الاعلانات هي للشركات اللي عم تعطيها الوظيفة حكناها بكرية اعطاء التخفيص في المقرآن الوضع من علاötة التخفض للشركات اللي بيشتغلوا في مجال المحاسبين حكناها هاي يوضا الانواز شكلها مرة ثانية اللي بعدها اعطاء المقادرة للناس اللي بيشتغلوا فيه مجال المحاسبين المحاسبين تعالوا لي جاي الفيزا موجودة للفلببين لازمكم معاكم نوسي او تقدروا تنقل كفالة من الكافية اللي انتم موجودين عليه اما الفلبينيين فتدعم بحضروا فيديو ما بعرفت حي فهموا الموضوع بس بتقدروا تقدموا واللي بعده هلأ هلأ بدنا اياكم في هاي المجالات اللي هم التمدات الصحية والبلاط والادهان والكهربائيات والانجارة او ترانسفيرابل فيزا لازم تكون عندك فيزا موجودة في دولة قطر وتقدر تنقل اقامة ودرايفينج لايسنز بريفيرابل صراحة ما بعرف كيف ممكن يكونوا ووركرز ومعهم درايفينج لايسنز يعني مش متأكد انه المعلومة اللي وصلتني قبل هيك انه هدول الوظائف ما بطلع لهم تطلعوا رخصة قيادة ما بعرف ما بعرف يعني هومز رقم اثنين رنت دوحا دوت كوم يلي بعده ربيوت الميديكال سنتر لوكينج فور دي فالاوينج سبيشاليست دكترز للناس اللي سعروا عن موضوع المهن الطبية فهي هذا طالب مهن طبية سبيشاليست دكترز سبيشاليست دكترز احا شو كنت خاصات طبية ديرما ديرماتولوجست يعني ديرماتولوجست فيميل و بلاستيك سيرجين و احا شو عملت في حالي انا و أورثوبيديشن و أورثوبيدياتري بايدري بايدري this is the pediatrician peridatrician هاي قرأت عشان لف يمين وانتو عارفين شوية ولا ما اعارف شوية المهم اللي بعده ال الوظائف هاي اخي شو هاذ احنا الموضوع عنا سهل اركتكت هذا بابدن طلع خلي خلص خلص انا الموضوع عنا جدا بسيط احنا في الهندسة اركتكتشر يعني هاي يمكن اصعب واحدة اركتكتشر الموضوع جدا سهل بس انت شو جاي بتقولي ديرمتولوجست فهمين شو يعني فهمين قرأناها اورثوبيديشن وبعرفش اذا عم بقرأها صح بيدشين يمكن او بيدشين والله ما يعرف شو هيا وبيدياتريشن وراديالوجست وجينايكالوجست واندودونتست اندودونتست اندودونتست يعني انا بعرف دينتست بس اندودونتست هاي شو بالكم واستنى شوي بروثودونتست والله من عارف اقرأهم وارثو دينتست معلم المهم في مهن طبية في مركز صحي موجود في دولة قطر تحمل حالك شو بتسوي يا معلم تبعة السي فيد تبعك على anil.dive2019.com واللي بعده بحكي لك المطلوب انك تبعت السي في على اتش آر هايرينج الفين شو اللي الفين اتش آر هايرينج نوسبينت جيميل داتكم كان لي منشن في الايميل فواضح انه السالري هو اهم اشي في هذه الشركة والوظيفة لازم يكون عندك خبرة الخليج اقلها خمس سنوات اشياء صحية يعني طبية يعني معلم عم بجيب لك الوظائف اللي انت عم تطلبها فروح اقدم ولما تيجي على قطر احكي لي بليز خلينا نتعرف على بعض فبيحكي لك فريحكي لك في دوحا نيرسز ميل وفي ميل اوبتومتريست يعيني على الوظائف الطبية اكس راي تكنيشن ميل دينتل اسيستنت في ميل و سيلز اكزيكيتف و كاشير في ميل اور ميل و فرونت اوفيس ريسيبشنست في ميل و كلينر اند هلبر طبعا هاي عم بكون مش كتير عم بتطلع على الكاميرا ليش لاني عم بقرأ لكم شو الوظائف لانه هاي الصور انا مش بتأكد انها تكون واضحة عشان ان كل حطيتها مفس الفيديو عشان اضبط لك الفيلم بس لاني انشف ريجي بتنزلي تحت عمين و اشرب مي بتعمل لايك و شير و سبسكرايب وتعمل ان ابلنا الوظائف بيكون انا شربت مي وارجعت طيب بيرجعلك قبل الجواصر بعد ما شرب مي على اساس و شو بيقول لك بيقول لك هدول وظائف اللي حكيت لك عم بقبل شوية بيحكي لك اوال ابوب ركروتمنت مست هاب ركويرمنت اوطيلي عركروتمنت اوال ابوب ركويرمنت مست هاب ترانسفير بالبيزا لازم يكون عندك فيزا تقدر تنقولها انت اصلا مجدالة قطر و عندك قابل تنقول فيزا تبعك فور انتريستد ابليكنتس سنديور سيفي على ميد اوريكسات جيميل دوت كوم واللي بعده بيحكي لك سينير ستركترال انجينير سينير ستركترال انجينير في مجال الديزاين مش السوبرفجن و بيحكي لك مش عارف ليش الكل مستهدئ فور ان انترناشنال انجينيرنج كونسلتنت و هتطلق المواهب والسكلز اللي لازم يكون موجود فيه يكون عنده باكالوريس او ماسترز دقريب في السيفل ستركترال انجينير عشر سنوات من الخبرة في مجال الديزاين ستيل وكونكريت وبريكاست بلدنج يعني كل حاجة في كل حتة و هي تسترا و ليس برنامج عمي و بيحكي لك تقدر انك تعمل ديزاين لها المباني اللي من هذه الأنواع و اللي فيها و و يعني مهم تسليمات الجهات المعتمدة او الجهات المخولة شوية الجهات الحكومية اللي راح تعطيك approvals على الديزاين توك ليش راسي كانديت وميديت فيلابلتي بريفيرد اللي جب الكانديت سمي أبلاي تو ديزاين قطار الفين وعشرين ات جيميل دوت كوم وبيحكي لك مطلوب هالساعة فارماسستي معلم صيدلاني ما خليت لك وظائف ما في حجة فارماسست ووارهاوس ان ديستربيوشن مست ها ان اكسperience ان ميديسنز ستور doing all related receiving stuck holding and distribution عم بقرأ لانه برضو مش عارف اذا واضحة بيحكي لك ميديسن ديستربيوشن order and back order management وبيحكي لك مست ها باكالوريوس او باتشيلورس ديجري ان فارماسي واتراكتف سيلري and benefits كيفونا معلمين عن رواتب سفاحة ويكون بروفايدد از بير اندستري ستاندرد اتراكتف از بير اندستري ستاندرد اللي بحطلك الجملة الأخيرة كن رحشل عرضك فارماسست طلق الجملة الأولى كن رحطيك راتب كثير منيح فمش عارب كن حطه التنتين مع بعض فهو يعني رحطيك راتب ميحوش رحشل عرضك هيك القصة كان ديتس وذا ترانسفير بالفيزا NOC only need to apply تكون موجود اندرد قطر عندك قبلية انك انت تنقل الكفالة تبعك ترستد كان ديتس شد ايميل دير سيبي الابديتد على يا معلم شو بقول لك قبل الجواصر بقول لك طلق الجواصر حبيت تعطيك اكشن تكون مقيمة لهاي الحوادث وسيرفيس ادفايزرز وحكي لك كان ديتس ابلايينج مست هاب منع 3 يز اف اسبيرانس في الجي سي سي اللي هو الخليج وفور دي باب بوست بلايد اند ايبل تو ستارت ايميديات اللي عندك قبلية تشتغل ها الساعة معنا بحكي لك ابعت السي في تبعك على ناسا بس انا راح احكي لك انه اقلبي اعتصر انه ما في ايميل ايثنك ان احكيت في اول إعلان بس ليه عم بحكيه الا بحكي لك واسفل سايت انجنير والكتركل انجنير كل هم مطلوبين أول ثلاث ب 10 years of experience ثلاث تانية بخمس years of experience واللي بيحكي لك أنه كلهم مطلوبين with the UPDA للأسف أنا مش حط الإيميل بهذا الإعلان صراحة ما بعرف ليش ما فيه إيميل على الإعلان I think أني عملت كروب الغلط بس اللي بدي أحكي لك هي أنه مطلوب UPDA تصنيف أو شهادة تصنيف المهندسين اللي صارت حاكي فيها بأكتر من فيديو كل مهندس يدخل على دولة قطر please اسأل عن موضوع التصنيف ادخل على الويب سايت اللي اسمه حكومي I think الناس يشوفوا بس حكومي قطر اكتبها على جوجل بالعربي بيطلع لك الويب سايت تعمل عليه أكاونت لإلك واللي بدك تعمل هو ضروري أنك أنت بدك تدخل على موقع وزارة البلدية والبيئة خدمات المهندسين أو اعتماد المهندسين رح عامل فيديو منفصل عن الموضوع وتدخل تشوف شو الوراج المطلوبة وترفعها على السيستم لحتى يجيك ميسج أنك أنت تروح تودي الوراج تبعك على الوزارة البلدية وبتجيك ميسج مثل امتحان تبعك بتجهز حالك وتجد امتحان بتاخد التصنيف هيك لليوم بكون وصفت للبرت اللي رح حكيلك فيه أنت واصحابك كلكم بتحمل لي حالك تمسك كل هاي الوظائف تروح تقدم لها وتواصحابك كلكو نفسكم وانتو قاعدين نفس الجادة بتحمسوا بعض هيك تحكوا يلا شدنا نعمل نعمل لايك وشير وسبسكرايب ونعمل لنوذيكيشن بيل عند ابو الجواسر على جاي توكس ليش؟ عشان يوصلنا الفيديو تبع وظفك كل يوم أحد سلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر